عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات وتنظيم برامج لبناء الإنسان وذلك تنفيذا للتكلفات الرئاسية وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات وتلك البنية الأساسية التي أنفق عليها مليارات الجنيهات كما لن تسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أي ظاهرة عشوائية مشيرا إلى أنه ستتم المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة هذه المشروعات السكنية الحضرية وضف مدبولي أنه يجب أن تكون هناك فعاليات على مدار العام في كل هذه المشروعات يستفيد منها السكان وتتضمن فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية وبرامج لعروض المسرحية وسينمائية وإقامة احتفالات لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات كم